موسيقى موسيقى الديانة المصرية القديمة علمت بفكرة الثواب والعقابة أنه المصري القديم آمن واعتقد أن هناك بعث للأموات وعشان كده كان بيسيب فتحة في المقبرة عشان الروح تدخل منها إلى الجسد مرة أخرى وعشان كده كان بيحنطوا الأجساد وبيعملوا كل اللي بيعملوه فكانوا يؤمنون بما اسمه البعث البعث اللي اسمه في اللغة لغة الديانات الشرق أوسطية يوم القيامة بعد أن يبعث الناس من الموت يحاكمون يحاكمون بحسب أعمالهم اللي أعماله شريرة سوف يلقى إلى العقاب الأبدي وهي اللي أعماله كويسة يساب الثواب الأبدي هي نفسها الفكرة اللي انتقلت من اليهودية إلى المسيحية وإلى الإسلام بتنوع في معنى العقاب الأبدي هي يروح جهنم وجهنم شكلها إيه أو يروح النار ولا يروح السماء ولا يروح الجنة وهكذا يعني انت عايز تقول لنا إن ما فيش بعث لا فيه بعث يعني عايز تقول لنا إن فيه ثواب العقاب لا فيه ثواب العقاب ولكن ليس بالطريقة اللي علمها قدماء المصريين واللي نقلها اليهود للعالم لأن المسيح نفسه اللي قال كده بتقول له سيقوم في القيامة يوم القيامة كلمة يوم القيامة دي اللي كل الناس بتقولها مسيعيين وملحدين ويهود ومسلمين كل الناس بتقولها كلمة يوم القيامة دي غير موجودة في الإنجيل وما اللي موجود في الإنجيل ايه؟ اليوم الأخير لأنه القيامة هي المسيح ده تعليم الإنجيل إذا عايز تعرف بقى العهد الجهيد قال إيه مش وليس اللي المجتمع اللي حواليك والمعلمين اللي ما تعلموش الإنجيل بيقولوا إيه المسيح بيقول تأتي ساعة فيها حين يسمع الذين في القبور صوت ابن الله والسامعون فيخرج الذين فعلوا الصالحات إلى قيامة الحياة والذين فعلوا السيئات إلى قيامة الدين يبقى سبب القيامة من هو القيامة المسيح وسبب قيامة الأموات هو صوته اللي حينادي على الذين في القبور يعني هو لما وقف قدام قبر لعاذر وداد عليه وقال له هلما خارجا كان فين لعاذر اللي بينادي عليه لعاذر اللي كان قدامه في القبر كان جثة جثة متحللة بقى له أربع تيام لكن لكن روح لعاذر كانت فين فين بعيد قد إيه لكن صوته نادى عليها ودعاها إلى القيامة هي دي هي دي القيامة من الأموات أنه هو الذي يهب قوة الحياة فتقوم الأجساد وتعود الأرواح بقيامة وتحصل القيامة خلي بالك أنه ما قال شي زي ما قال قدام مصريين أنه يما حيقوم حيتحاسب ده هو قال يما حيقوم قيامة الحياة يما حيقوم قيامة الدينون الموضوع مجزوم منتهي أنا بقولك التعليم المسيحي وعد النظر عن قدام مصريين قاله إيه أو غير المسيحية من الديانات قالت إيه ده التعليم المسيحي فإذن هو صانع القيامة وصوته هو سبب القيامة والحياة اللي فيه هي سبب القيامة والقيامة من الأموات زي ما لسه قاله هتكون يا إما يقوموا للحياة يا إما يقوموا للدينون يقوموا للحياة يعني يقوموا في الحياة الأبدة ويحيوا مع الله حياة الفرح الأبدة طب يقوموا في الدينونة يعني إيه الدينونة هي إنك تبقى بر المسيح تبقى بر النور تبقى بر الحياة اللي في المسيح يعني ايه المسيح قال كتب قال وهذه هي الدينونة ان النور قد جاء الى العالم مين النور هو هو النور الحقيقي الذي جاء الى العالم ان النور قد جاء الى العالم واحب الناس الظلمة اكثر من النور لان لا توبخ اعمالهم فيه ابقى الدينونة بالنسبة للعهد الجديد ليست هي محكمة الاعمال بناء على الشريعة ولكن الدينونة في العهد الجديد هي حالة الانفصال عن الحياة حالة رفض الحياة اللي هي المسيح هو النور قال انه النور الحقيقي قال انا قد جئت نورا للعالم لكي كل ما يتبعني لا يمشي في الظلمة بل يكون له نور الحياة شفت بقى تعبير مش متكرر برا الانجيل نور الحياة الحياة المنورة بيه لانه هو هو عاطي هذه الحياة وهو النور فدي اسمها الحياة المنورة وليست الحياة المظلمة فاذا اللي الحياة المظلمة لم يدخل النور اليه ولا هو في النور ومن ثم فهو في الدينونة قادي الدينونة يعني ايه الناس احبت الظلمة يعني حبت الخاطية يعني حبت الشهوات يعني حبت اعمال ابليس حبت اعمال الشر حبت شهوات الشر بدل ما تحب ان تكون فيه النور وفي الحياة الابدين وعليه فدلوقتي يقولك غضب ربنا غضب الله في العهد الجديد معناه انه برا حياة الله ادي معنى ادي معنى الغضب انه انه ان حياة الله ومحبة الله هو خرج منها فصارة محتاجبة عنه طب ليه يا رب حاجة بوجك عني ومش هو اللي حاجة بوجهه ده انت اللي احتجبت عن وجهه دي حتة مهمة قوي لانه برضو تاني لما نقول انه 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 ان الغضب معناه احتجاب وجه الله يقولك طب ليه يا رب حاجب وجهك عني هو مش هو اللي حاجب وجهه عنك ده انت اللي محتاجب عن وجهه حاجبت نفسك بالخطيئة بالشر عن وجهه وعن نور وجهه فبقى وجهه محتاجب عنه هي دي حالة غضب الله هو ده معنى غضب الله في العهد الجديد وهي دي معنى الدينونة ان يكون الانسان في حالة احتجاب وانفصال عن حياة الله اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الديانة الفرعونية القديمة هي معلمة التوحيد وهي اللي نقل عنها اليهود كثير من الافكار اللي لما ترى الانجيل بعين واعية تلاحظ انه مارثة اخت العاظر اتكلمت بعقلية الديانة المصرية القديمة وقالت للمسيح انا اعلم انه سيقوم في يوم القيامة في القيامة لا انا هو القيامة ادي الفرق بين الديانة المصرية القديمة وما تسرب منها الى اليهودية ومن اليهودية الى باقي الديانات الشرق اوسطية وايضا الى بعض المسيحيين وبين المسيحي ايه بقى ايه بقى المسألة بمنتقى البساطة دلوقتي هل الله بيعاقب الناس بيدين الناس وبيعاقبها وبيضرب فيها ويكسر فيها عشان هم اشرار هم مش محتاجين لسه ضرب ولكن هم في الدينونة وهم في الموت وهم تحت سلطان ابليس طالما انهم خارج النور وخارج حياة الله وبالتالي هل ابليس له سلطان على الناس اللي برا النور انه يضربها بالاوبئة ويدربها بالحروب ويدربها بالموت زي ما عايز طبعا ولكن هل لو انا في الحياة متحد بالحياة اللي في المسيح هل ابليس له سلطان علي يضربني الاجابة لا ليه بقى لان النور اللي سكن فيها هو اللي هيحرقه مش هو اللي هيضربني لو كان نور المسيح الحقيقي هو سكن فيا بالمحبة سكن في افكاري بالقداسة سكن في جسدي بالطهارة سكن في قلبي بالغفران والمحبة لو كان النور سكن فيا متقوليش يسوع في قلبي وانت تكره اخوك ما تقوليش ياسوع في قلبي وانت في افكارك على طول مع الروح الناجس ومع الشوات تحكش على روحك ما تقوليش انا ابن الله وانت بتتشمخ على اخوك وتتكبر على الله ومش عاجبك ترق الله فسكن في قلبي يبقى لها مردود حقيقي مردود حقيقي ان فكرك بيقول ان النور في فكرك ومحبتك وقلبك وحياتك وسلوكك واعمالك ومن جوة ومن برة بيتقول انه النور ساكن فيك ان المسيح ساكن فيك يبقى لما يكون النور الحقيقي اللي هو المسيح ياسوع ربنا ساكن فيك يبقى ابليس بدل ما ابليس يضربك النور اللي جواك هو اللي يحرقه وهو اللي يبطره يبقى هل الله هو الذي يجلب الغضب والضربات على الناس الاجابة ابليس هو الذي يجلب الغضب والضربات هل الله يستطيع ان يتدخل او متدخل زي ما شرحت لك بعث لك النور الحقيقي ابنه الوحيد عشان يسكن فيك اعمل ايه نستعيلك تعمل ايه النور يسكن فيك ويملأ كيانك فتصير فعلا بدل ما ابليس هو اللي يقدر يضربك بكل الضربات يا النور الحقيقي الذي يسكن فيك هو اللي يحرق ابليس ويصير لك نجاة في يوم الشر ويصير لك غلبة على الخطية ويصير لك غلبة بالحياة الابدية على الموت والرب يكملكم ويثبتكم ويساعدكم انكم تثبتوا في حقه وفي محبته وتغلبه وتنتصره وتنجو و نكتفي بهذا في هذه الفقرة ونواصل في فقرات القادمة الاجابة على باقي الاسئلة وليكن الرب مع جميعكم ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في اسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد الذي له كل المجد للأبد امين الآن نحن في مواجهة مع سؤال اخر بخصوص وباء كورونا او كوفيد ناينتي ترجمة نانسي قنقر